للحديث أكثر عن الموضوع مشاهدين ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا هذا التسارع في الأحداث تنازل بيونج يونج عن تعنتها موافقتها على إيقاف برامجها النووية والباليستية والترحيب الأمريكي والدولي إلى ماذا تعيزوه وما دلالاته؟ حتى هذه اللحظة بعد التحية لنستطيع أن نجزم أن ذلك هو التنازل النهائي المطلق الشامل الحاسم كل ما هو في الأمر أنه خطوة تمهيدية لتمهيد مفاوضات فاعلة مرنة مع تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية قبل العدو اللدود منذ أكثر من نصف قارن من الزمان كوريا الجنوبية حتى هذه اللحظة أتت إشارات مهمة سواء كانت من الاتحاد الأوروبي أو من منظمة حظر انتشار الأسلحة الزرية واتفاقيتها 1996 بضرورة أن تنصع كوريا الشمالية إلى قرار مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع عام 2006 بالعودة للانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الزرية التي كانت قد انسحبت منها كوريا الشمالية في العام 2006 نحن لسنا متشائمون العالم كله مرحب العالم كله متفائل الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية ولكن الأهم هو الشرق الأقصى الأسياوي رسالة تطمينية مهمة ولكن ما صرح به ما أعلنوا رسميا الزعيم الكوريا الشمالي الكيم هو تعليق تجميد البرنامج النووي البرنامج والتجارب أيضا الباليستية وإغلاق مفاعل واحد إغلاق مفاعل نووي واحد من بين ست مفاعلات نووية وهو المفاعل الموجود في شمال كوريا الشمالية والذي شهد آخر وأحدث تجربة لإطلاق صواريخ نووية في كوريا الشمالية في سبتمبر الماضي عام 2017 وكل الخبراء أجمعوا بأن إيقاف هذا المفاعل تحديدا نتيجة أنه لما أجريت التجربة النووية الأخيرة في ذلك المفاعل سبتمبر 2017 شهد تداعيات كارثية بيئية في محيط هذه المنطقة دكتور أيمن من خلال متابعتكم لسجل كوريا الشمالية هل تتوقعون التزام بالتجميد والتعليق التي أعلنت عنها الآن وهو أيضا إغلاق مفاعل واحد من بين ست مفاعلات كما ذكرت حضرتك والالتزام بالقرارات الدولية أم يمكن عودتها عن ذلك أستطيع أن أجزم وأحسم المسألة أن هناك في الأفق القريب جدا في يونيو المرتقب يونيو القادم صفقة هي الصفقة التجارية أن تتخلى كوريا الشمالية تماما عن كافة البرامج النووية والباليستية في مقابل تعليق كامل وشامل من الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي الأمم متحدة ما بين هلالين مجلس الأمن لكافة العقوبات الاقتصادية التي فعلا أوجعت وكسرت عظام الزعيم الكوري الشمالي وجعلت هذه العقوبات في العام الماضي 2017 وبلغة الأرقام ينخفض المعدل الاقتصادي والتنمية بما يقرب من 30% وتنخفض صادرات كوريا الشمالي حتى إلى حليفتها منذ 80 عاما وهي الصين الشعبية بمقدار أيضا 30% هناك صفقة ما سيتم برامها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية في مقابل التخلي الكامل عن البرنامج النووي لكوريا الشمالية في ظل كل ما ذكرت حضرتك دكتور أيمن إذن لماذا استجابت أو رضحت انصح التعبير كوريا الشمالية للمطالب والضغوط الدولية بوقف برامجها النووية والباليستية هل فقط كما ذكرت حضرتك وأقتبس من كلامك أنها أوجعت وكسرت أيضا زعيم كوريا الشمالية العقوبات الدولية أم هناك أسباب أخرى نعم بالتأكيد أن هذه العقوبات الاقتصادية فعلا أوجعت الدولة والحزب العمال الشيوعي في كوريا الشمالية والزعيم كيم ومن ثم جعلت الرئيس الكوريا الشمالي يصرح لشعبه أيضا ويخاطب شعبه بأنه يريد أن ينهج نهجا مغايرا وهو التنمية الاقتصادية الكبرى أو الضخمة للأمة الكورية الشمالية ومن ثم كان ذلك يعد المبرر المبرر التخلي عن البرنامج النووي والباليستي في مقابل أن تنعم كوريا الشمالية بالرخاء والنماء والازدهار شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة حدثنا من القاهرة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية